داخل هذا المختبر المتواضع استطاع طالباني في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بيرزيت ابتكار الروبوت يتم التحكم فيه عن طريق إشارات عصبية دماغية فكل أمر يعطى بالتفكير ينفذه هذا الروبوت كصدم هذه القطعة البلاستيكية والعودة إلى المتحكم رح أوجه الروبوت باستخدام تفكيره يوصل لهذه القطعة ويوقيها للأرض وبعدين يرجع لي كمفعول السحر شعور انتابني خلال تجربة الأمر شخصيا فهذا الابتكار الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي إذا ما تم تطويره سيصنع ثورة في مساعدة الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى في جعل الحياة أكثر رفاهية أنا أطمح أن أشتغل في هذا المجال أكون مسؤول عن تركيب طرف صناعي لشخص معين وأخلي مثلا أن يتحكم فيه من خلال تفكيره فلما نوصل لهذه المرحلة ونخلي إنسان يتحكم في الأشياء نترك تفكيره فكون طبعا حققت هذا الحلو كبار السن يعانون من مشكلة كبيرة جدا بفتح الباب بإضاءة النور فبجرد التفكير بهذا الشيء يتم إنجازه كل حركة في جسم الإنسان هي إشارة معينة كهربائية تخرج من الدماغ فكيف نستطيع أن نحدد من بين هذه الإشارات الإشارة المسؤولة عن التحكم كان هذا هو تحدي من التحديات الأساسية لكن ما يقلق هؤلاء المبتكرون وغيرهم هو شح الإمكانيات والموارد فكل ما يطمحون له في هذه المرحلة مختبر متخصص لتطوير الفكرة للأسف هان فيش عندنا عن التخصصات تدعم المجال والفيدة المشطرة عليه ولكن راح بالإضافة لعمل نبجانع بنا راح نخليها زي ما تكون موهبة هاي راح نظلنا نشطرة عليه فكثير من الاختراعات هنا تقطعت بها السبل لتجد نفسها مسجلة باسم دولة أخرى هم طلاب طموحون مبدعون لكنهم غالبا ما يجدون أنفسهم على محطة قطار بانتظار الرحيل خارج الوطن إلى بيئة تحتضن إبداعاتهم فهنا كل شيء يخضع لقوانين السياسة الجائرة في رسلت فيسكاينيوز عربية رام الله